ولو طلب سيادة الرئيس من المصريين النزول حاليا هيلقي ملايين المصريين في الشارع بتأيده لو طلب سيادة الرئيس بكرر تاني لو طلب سيادة الرئيس من المصريين النزول لا هيلقي ملايين في الشوارع بيأيده طيب ايه اهم الرسائل اللي قالها النهاردة رئيس عبدالفتاح السيسي أبرز الرسائل اللي وردت خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز أن الوضع الراهن بينظر بمخاطر جسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة هذه واحد اتنين الوضع الإنساني في قطاع غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة سيكون لها تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة يمكن أن تخرج عن السيطرة رسالة واضحة بكل معانيها قال أطالب المجتمع الدولي المدني بالتدخل الفوري لعادة مصار التهدئة وقف التصعيد أنا عايز أفهل عند النقطة دي حقيقة لأنه هو يعني إيه تصعيد اللي بيتم حاليا يعني هو التصعيد ده الهدف منه إيه جيش نظامي زي ما اتفقنا بيتعامل مع شعب أعزل معهوش حاجة خلص كان مشهد مؤسف جدا 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 ضرب المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة أنا باعتبر أولا أن اللي حصل ده من القيادة العسكرية في إسرائيل ده جاهل متعمد لا لا مالوش معنى ثاني عندي أنت رايح تضرب مستشفى ميداني إيه ده إيه الجبرود ده وفين منظمات حول الإنسان لا 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 إحنا خرجنا عن كل شيء عن الأدبيات وعن الأخلاق وحتى عن الدين خرجنا عن كل شيء حقيقة يعني أيضا من ضمن الرسائل قال أشدد على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين وفي إشارة أخرى قال سيد رئيس لم نغلق معبر رفح مع غزة وسندخل المساعدات حال سمحت الظروف بذلك الظروف اللي هي إيه لو الموقف الإسرائيلي مش إحنا إحنا شاحناتنا على فكرة بقى لها أسبوع وأكتر وقفة بسوئينها بحاجتها بكل حاجة والشاحنات دي فيها مواد طبية وفيها أكل وفيها شرب وفيها بطاطين وفيها خيام بقى لها أكتر من أسبوع وقفة هناك المشكلة مش عندنا يا جماعة الناس نازم تفهم النقطة دي مشكلة مش عندنا وبعد الأخبار بقى اللي بتخرج اللي تقول ده أنا الشاحنات وقفة ليه وقفة ليه ما هي المشكلة في كده طيب أحذر من خطورة تصفية القضية الفلسطينية لأنها تعني وجود أرض دون وجود مواطنين ما يحدث في غزة الآن ليس فقط هو يعني الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس وإنما محاولة لدافع السكان الأصليين المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر قال أيضا لو استدعى الأمر أن أطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سترون خروج الملايين الملايين في الشوارع وده اللي بأكد عليه وأؤكد لكيسات الرئيس نحن معك جميعا ولو طلبت أذلك هنكون كلنا موجودين